وارجعنا لكم مع الجزء الخامس من تخصصات التمريد في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بعضها عمرك ما سمعت فيه والتي لا يوجد بعضها إلا في أمريكا فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتحدث فيها عن التمريد مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر ولا تنسى كالعادة الهاند واشنك البسلي غلاوز هات الماسك وتفضل معي اليوم رح نتكلم عن التخصصات اللي فيها زيارة للمنازل أو فيها لف على بيوت من أهمها الهيلث فيزيتينج أنت بتكون مقدم رعاية مختص في البابليك هيلث أو في صحة المجتمع وبتقدم الوقاية للمريد في منزله شغلك هو التأكد من أن الناس يمارسون أسليب النظافة الشخصية مثل غسيل الأيدي وغسيل الأسنان وغيره تعطي النصائح والإرشادات وتحمي الناس المعرضين للأمراض أو للعنف الأسري أو للإهمال أو المشاكل النفسية زائد اتعلم الناس الإقلاع عن التدخين ورقم خمسة تعطي المطعيم هذا التخصص يخولك أنك تلف على البيوت تعطي المطعيم للناس في بيوتها هذا بختلف عن اللي هو برضو بلف على البيوت لكنه اختصاصه إشي ثاني خالص هذا بختص بالكوميونيتي هيلث فالهيلث فيزيت بيجي للناس اللي ما فيهم إشي بركز على أنه يعمل وقاية أو الليفل الأول من الصحة اللي هو تعمل وقاية للناس اللي ما فيهم إشي فبتعلهم غسيل أيدي غسيل للأسناء إلى آخري المستوى الثاني بيزور الناس اللي عندهم أمراض بعالجهم فمثلا بركز على المرضى الكبار بالسن المرضى البيتدردن المشلولين بيقدم الرعاية الصحية لهم الاستشارة الهيلث اديوكيشن ممكن يقدم الكاثيتر كير إذا عندهم فلس الووند كير إذا بدهم الدرسنج البالياتف كير إذا قاعدين بموتوا وبعطيهم أدوية برضو شغله رعاية المريض الخارج حديثا من المستشفى ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة والوقاية من إعادة الدخول للمستشفى عن طريق منع المضاعفات كل واحد من هذول بيكون له دراسة مختلفة ورخصة مختلفة هسا بنحكي في الموضوع هذول الاثنين بيختلفوا عن نوع ثالث اسمه الهوم هيلث نيرس الهوم هيلث نيرس هذا بيظل قاعد مع المريض 24 ساعة أو بيجي كل يوم بقعد عنده 12 ساعة أو 16 ساعة حسب الاتفاق ممكن تقيم مع المريض فترة معينة أو طول اليوم أو تزوره ساعة أو ساعتين كل يوم أو كل يومين فبتعطيه أدويته بتقيس له ضغطه بتقيس له سكره إذا فيه جرح بتعمله درسينج وهكذا الهوم هيلث نيرسز بيشتغلوا بترخيص من الهوم هيلث كير نيرسز اللي هم منظم لحال لممرضين لبيوت وهذا الممرض لازم يتابع حالة المريض مع الطبيب مع المعالج الطبيعي مع المعالج النفسي وغيره وبينفع يكون ممرض مشارك أو قانوني وممكن يأخذ ماجستير من الامريكان نيرسز كريدينشا لينك سنتر برضو هذا بختلف عن نوع رابع اسمه البرايفت ديوتي نيرس البرايفت ديوتي هذا بيكون أصلا هو بيشتغل في مستشفى واتعرف على المريض وقال له أنا بدي أصير أجيك على البيت اللي هو موجود في الأردن بيسمه تسمعش بيقول لك أنا مستلم مريض برايفت بروح له كل يوم مثلا ثمان ساعات عشر ساعات معشر ساعة أو باتفق أنا واثنين شباب كل واحد بيقول عنده ثمان ساعات فبيظل عنده ممرض طول اليوم هذا اللي بيصير عندنا في بلادنا خاصة في الأردن انت بينك وبين المريض تتعرف عليه النوع اللي قابليه بالزبط بتكون المستشفى اللي بعتتك بتخبراتك بالمستشفى فهذا البرايفت ديوت من اسمه مصاري خاصة إلك لجيبتك شغل ثاني غير شغل المستشفى بنفع أكون معك دبلوم بنفع أكون معك باكالورس بتستلم المريض في بيته وممكن تستلم المريض لو كان في دار مسنين على فكرة ممكن تقبض الراتب من دار المسنين أو من المستشفى أو من شركة التأمين أو الميديكيد اللي هو التأمين الحكومي ممكن تعالج بالغين أو أطفال أو كبار سن ممكن تعالج ناس محتاجين رعاية طويلة الأمد مثل الأطفال المعاقين أو الأطفال معهم سرطان وغيره أو ناس مصابين في حوادث أو ناس عنده تركستومي أو ناس عنده كولستومي أو ناس عنده ممكن تعالج ناس على فينتليتر في البيت بتصير برضه أغلبية هذول بكونوا منضوين تحت لواء البابليك هيلث أو الكوميونيتي هيلث فأنت لو درست ماجستير أو دكتورة بابليك هيلث أو كوميونيتي هيلث ممكن تشتغل كل الشغلات هاي البابليك هيلث نيرس أو الكوميونيتي هيلث نيرس لازم يكون معك على الأقل RN يعني مخلص جامعة وناجح انكليس ومياخد ترخيص الولاية وبتأخذ من نقابة الممرضين الأمريكيين اللي هي ANA ترخيص Advanced Public Health Nursing Board Certified في بعض الولايات ممكن يشترتوا دراسة إضافية بعد البكالورس عشان تأخذ هذا الترخيص بعض المؤسسات في أمريكا بتعطي التدريب والترخيص وبعضها بتعطيهم أونلاين كمان مثل National Board of Public Health Examiners Certification in Public Health هذه بتأخذها أونلاين بس قبل ما تأخذها بدك بكالورس خمس سنوات خبرة في الـ Public Health مع النجاح في الامتحان اللي بدهم يعملو لك إياه هذول الممرضين الـ Public أو الـ Community زاد دورهم والحاجة إليهم كثير في فترة كورونا وفي عندهم Hotline أو خط ساخن إذا بدك تتصل تستشير تطلب مساعدة تسأل عند دوا هم جاهزين برضو عشان تكون Community Nurse ممكن تأخذ رخصة من American Public Health Association أو American Community Health Nursing Educators لازم يكون معك بكالورس أو إنكليكس مع تدريب خاص في الـ Community أو خبرة في خدمة المجتمع عشان تأخذ الرخصة الـ American Credentialing Center بيقدم لك رخصة ممرض مجتمع متقدم أو Advanced Public Health Nursing Board Certified لازم تكون معك ماجستير فما فوق وفي الـ Public Health أو الـ Community Health بالذات 2000 ساعة خبرة عملية يعني سنتين على الأقل في صحة المجتمع خلال آخر ثلاث سنوات وثلاثين ساعة تعليم مستمر خلال آخر ثلاث سنوات الرخصة بتجددها كل خمس سنوات بـ 75 ساعة تعليم مستمر وتكون مستمر في خدمة المجتمع يعني مش تترك خدمة المجتمع وترجع تشوى المستشفى بدك تظل تلف على البيوت كما يمكن تجديدها من الـ ANCC كالعادة فيه تخصص اسمه Holistic Nurse وهو يعني جريب من Faith Nursing وقريب من Case Manager بتركز على الجانب الروحي من الإنسان وليس المادة فقط بتركز على إنك تجمع كل الجوانب مع بعض الممرض الـ Holistic أو الشامل بسموه يقدم الرعاية التي تلب الاحتياجات الجسدية والعاطفية والاجتماعية والروحية والنفسية للمريض وتدمج الأساليب التقليدية والتكملية لتعزيز الشفاء والعافية استخدام العلاجات الـ Holistic مثل الوعي الذهني الوخز بالإبر العلاج العطري تثقيف المريض حول تغييرات نمط الحياة يعني هذولك جماعة شو فيه إشي غير طبي بتلاقيه هون تسمع بالطب البديل وما الطب البديل والأعشاب والحجامة والمساج والإبر الصيني هذا كله بتلاقيه هون لكن هم ما بيستخدموا إلا الشغلات اللي بتكون evidence-based practice والعلم أثبت إنها إلها فايدة مش راح تكون يعني طبيب أعشاب الرخصة تنعطى من الـ American Holistic Nursing Certification Corporation على مستويين رخصة للبكالوريس ورخصة للماجستير لازم تكون متخرج من كلية أو من جامعة بعدين إنكليكس فكرة أصحاب العمل بفضله البكالوريس ويفضل درجة عالية زي الماجستير مثلا في الطب البديلي أو التكميلة اللي هو الـ Complementary Medicine بطلبوا منك سنتين في خبرة في هذا الطب الرخصة هي رخصة Board Certification in Holistic Nursing وبعطيها من الـ American Holistic Nursing Certification Corporation هاي الرخصة تحتاج خبرة سنتين خبرة في الطوارئ أو قسم مشابه وثمانية واربعين ساعة دورات خلال آخر ثلاث سنوات وإجبار إنك تنجح في امتحان الـ A-H-N-C-C عشان تجدد الرخصة كل ثلاث سنوات بتأخذ ثلاثين أو أربعين ساعة دورات تختلف حسب الجهل لمنحتك الرخصة أو مبارسة المهنة ألف ساعة خلال آخر ثلاث سنوات وقد يلزم إعادة الامتحان حسب الجهل لمنحتك الترخيص في يوم الأيام قريت خبر عن كريستيانو رونالدو إنه اشترى جهاز اسمه Hyperbaric Treatment علشان يزيد قدرة الرئتين على استيعاب الأكسجين معروف إنه الرياضة سواء كان سباح أو كرة قدم أو شو ما كان يكون إذا كانت قدرة الرئة على استيعاب الأكسجين أكبر هذا الإشي بعطيه قوة أكبر وتحمل أكبر وبأخذ وقت أطول حتى يتعب وحتى لو كان كبر بالسن هذا الإشي بتقدر تقول إنه زي ما تقول بأخر الشيخوخة هذا الجهاز إلو طب لحاله وتمريد لحاله وتخصص لحاله ومنظم لحاله بتعطي الترخيص بسموه Hyperbaric Nurse Hyperbaric Nurse نوع من العلاج يتضمن استنشاق الأكسجين بضغط عالي جدا اللي هو من 2 إلى 3 أضعاف في تركيزه الطبيعي ممكن يعالج CO poisoning ممكن يعالج نقص الأكسجين ممكن يعالج أي إنسان عنده مشكلة بالنفس زي مثلا مرض الأزمة وأهم حالة بعالجها اللي هي الجروح اللي مش راضي الطيب أو الديابة كفوت أو القانجرين أو الاسكيميا في الأطراف مثل الإيدين والرجلين الرخصة بتأخذها من الناشنال بورد أو دايفينج أند هايبر باريك ميديكال تكنولوجي بتصير سيرتيفايد هايبر باريك رجيسترد نيرس يعني بتأخذها الرخصة بتروح تشتغل بالفيلة تبع رونالدو منظمتهم اللي بتنظم الشغل اللي هي البارو ميديكال نيرسيز أسوسيياشن اللي هي منظمة أمراض الضغط مش الضغط اللي هو 120 على 80 الضغط تحت المي للسبحين يعني ترى الضغط يا جو ما هو الضغط حق 170 لا لا الضغط الثاني إذا أنت بتحب كبار السن وبتحب مرضى السرطان وبتحب الحالات الحارجة والتعبانة فيه تخصص اسمه الهوسبس اند بالياتف كير نيرس يعني شغلتك الناس اللي قاعدة بتموت بالعربي بالياتف كير يعني الرعاية التلطيفية عندك مريض عارف إنه وضعه سيء جدا وباقيله في الدنيا في الثربعة أيام بتقعد جنبه لغاية ما يموت بتحقق له أحلامه بتعمله دعم نفسي بتخليه يموت في سلام وهو مرتاحه مبسوط وما بيحس بوجع وفيش بنفسه إشي في هذا التخصص انت رح تكون مختص برعاية المرضى ذوي الأمراض المزمنة التيرمينال تيرمينال يعني خلص فيش أمل منه وبتركز على الراحة وتخفيف الألم ممكن يكون بالبداية دبلوم أو بكالوريوس بس بدك تقدم إنكليكس وتجيب خبرة سنتين في قسم رعاية مسنين أو قسم سرطان أو عناية مركزة أو دار مسنين أو بتجيب خمسمائة ساعة عمل في آخر سنة أو ألف ساعة في آخر سنتين يعني نص خبرتك بدك تكون في واحد من هذول بعدين بتنجح في امتحان Certified Hospice and Palliative Nurses الذي تعقده ال Hospice and Palliative Credentialing Center عشان تجدد الرخصة بدك توخل مئة ساعة دورات منهم خمس وسبعين متصلة برعاية البالياتف كل فترة هذا ما تسعى له المجال وفي الحلقة الجاية رح نكمل معاك التخصصات الغريبة والعجيبة اللي عمرك ما سمعت فيها من التمريض في أمريكا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو ولو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته